قالت الإدارة العمل الجماريك الصينية في مؤتمر عقد المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة إن إجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية تجاوز 40 تريليون يوان للمرة الأولى في عام 2022 وبذلك تحفظ الصين على المركز الأول على قائمة الدول المصدرة والمستوردة للسلع في العالم لمدة ست سنوات متتالية أفادت إحصاءات الجماريك الصينية أن القيمة الإجمالية لتجارة الصين في استيراد وتصدير البضائع في عام 2022 بلغت 42.07 تريليون يوان بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بعام 2021 ومن بينها بلغت قيمة الصادرات 23.97 تريليون يوان بزيادة قدرها 10.5% وبلغت قيمة الواردات 18.1 تريليون يوان بزيادة قدرها 4.3% هذا وذكرت الإدارة العامة للجماريك الصينية أن هناك سوقا للصادرات وأن المزايا التنفسية الكافية للمنتجات الرئيسية هي من العوامل الرئيسية الدافعة لنمو التجارة الخارجية من منظور السوق حافظت صادرات الصين إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل دول الأسيان والاتحاد الأوروبي على نمو سريع في عام 2022 هذا وعجلت الأسواق الناشئة بتنميتها وزادت الصادرات إلى البلدان الواقع على طول الحزام والطريق بنسبة 20% مما ساهم في دفع زيادة الصادرات العامة بنسبة 6.1 نقطة مئوية أطلقت الصين في عام 2022 سلسلة من السياسات والتدبير من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد ويشمل مجال التجارة الخارجية ضمان التجارة السلسة وزيادة الدعم المالي والطريبي وتحسين المستمر لأمن تجارة ومستوى التسهيلات ومع تواصل فعالية هذه السياسات والتدبير تم تحفيز حيوية التجارة الخارجية بشكل فعال اشتركوا في القناة